في العراق أموال منهوبة وشعب يعيش تحت خط الفقر إذ يعد الفساد في العراق الذي يتعانق فيه الفساد السياسي والمالي من أخطر الآفات التي يعاني منها المواطن العراقي منذ الاحتلال واستياد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المتضررة الذي أكده البنك الدولي حسب توقعاته وتقديراته للاقتصاد العراقي خلال عام 2018 بسبب العقود المشبوهة وصفقات غير النزيهة التي يعرفها القاص والداني فمؤسسات الدولة صارت وسيلة لجمع ثروات السياسيين ومن يدينون لهم بالولاء نسبة الفقر في البصرة أغنى المحافظات العراقية من حيث الثروات الطبيعية بلغت 50% ما يعني أن مليون ونصف المليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر كما ذكر مجلس محافظة البصرة أما نسبة العطلين عن العمل في الأنبار وحدها خلال الفترة الحالية تجاوزت الأربعين بالمئة بسبب الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي شهدتها الأنبار كما أكد مجلس محافظة الأنبار في بيان له كما وينتج الفقر في العراق مشاكل كثيرة منها الخروج عن التقاليد والعراف والقيم الاجتماعية السائدة أو الانحراف والانخراط في طريق الجريمة بالإضافة لتسرب الدراسي لدى الأطفال إذ تستعين العوائل بهم في سد حاجاتها عبر تشغيلهم ودفعهم إلى العمل المبكر الذي لا تختفي أثاره السلبية على المجتمع العراقي ترجمة نانسي قنقر